السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه المرة إن شاء الله سنتكلم عن السيدة جوير يا بنت حارث رضي الله عنها سيرة عقرة يود الكثير من أهل الخير لو كانوا طرفا منها وليست هناك أصدق ولا أبهى من سيرة سيدة من سيدات أمهات المؤمنين نقف على سيرتها لتكون لنا فيها عبرة وموعظة ولنأخذ أطوفا دانية مباركة من سيرة أم المؤمنين جوير يا التي خصها الله عز وجل بالطهارة وما أجمل سيرتها العقرة رضي الله عنها وأرضاها نشأة جوير يا أم المؤمنين هي بر بنت الحارث ابن أبي ذرار ابن حبيب ابن آئث ابن مالك من خزاعة كان أبوها سيدة وزعيم ابن المصطلق ولدت رضي الله عنها قبل البعتة النبوية الشريفة بثلاث سنوات قد عاشت بر في بيت والدها معززة مكرمة في طرف وعز وفي بيت تسوده العراقة والأصالة وفي حدثات سنها تزوجت بر من مسافع ابن صفوان أحد فتيان خزاعة وكانت لم تتجاوز العشرين من عمرها بدايات النور وصل للنبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن بني المصطلق تأهبون لمقاتلته فأعد العدة لقتالهم وكان من نتيجة القتال انهزام بني المصطلق بزعامة قائدهم الحارث ابن أبي ذرار وتم السبي العديد من الرجال والنساء من طرف المسلمين وفي هذه المعركة قتل الزوج جويرية وكانت السيدة جويرية من اللواتي وقعن في السبي فكانت من نصيب ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه عندها اتفقت على مبلغ من المال تدفعه له مقابل حريتها زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من جويرية لما اتفقت السيدة جويرية مع الصحابي الثابت بن قيس على مكاتبتها ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام ليعينها في ذلك وكانت امرأة جميلة تأخذ العين قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويري بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لم يخف عليك وإني وقعت في السهم الثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي فقال رسول الله فهل لك إلى ما هو خير منه قالت وما هو رسول الله قال وأدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت قالت وتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويريا فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا مرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتقى بسببها مئة أهل بيت من بني المصطلق فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام على صداق قدره أربعمائة ذرهم بعد أن أعتقها من الرق والعبودية هي وقومها قد كان عمرها عشرين سنة وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها من بر إلى جويريا فأصبحت أمة للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام صفاتها وأهم مرامحها كانت السيدة جويريا من أجمل النساء كما أنها اتصفت بالعقل الحصيف والرأي السديد لموفق الرسين والخلق الكريم والفصاحة ومواقع الكلام كما كانت تعرف بصفاء قلبها ونقاء سريرتها وزيادة على ذلك فقد كانت واعية تقية نقية ورأة فقيها مشرقة الروح مضيئة القلب الذاكرة القانتة راحت السيدة جويريا تحدو حذو أمهات المؤمنين في الصلاة والعبادة وتقتبس من الرسول الكريم ومن أخلاقه وصفاته الحميدة حتى أصبحت مثلا في الفضل والفضيلة فكانت أم المؤمنة جويريا من العابدات القانتات السابحات الصابرات وكانت مهضبة على تحميد العلي القدير وتسبيحه وذكره ومن بين الأمثلة التي يمكن ذكرها على كثرة تسبيحها وذكرها لله سبحانه وتعالى أنه في مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى المسجد وقت الفجر فصلت وتركها يعني تسبح لله سبحانه وتعالى ولما عاد بعد شرق الشبس قال لها يعني فيما معناه ألازلت على الحال التي تركتك عليها منذ أن قادرتك قالت نعم يا رسول الله قال لها لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن قالت ماذا قلت يا رسول الله قال لها قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنت عرشه وهمد هذا كلماته فهي تعذل كل ما قلته من الفجر إلى الشرق ناقلة الحديث حدت عنها ابن عباس وعبيد الله ابن الصباق وقريب مولى ابن عباس ومجاهد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي وجابر ابن عبد الله بلغ مسندها في كتاب بقي منه مخلدا سبعة أحاديث منها أربعة في الكتب الستة عند البخاري حديث وعند مسلم حديثان وقد تضمنت مروياتها أحاديث في الصوم في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصوم وحديث في الدعوات في تواب التسبيح وفي الزكاة في إباحة الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان المهدي المهدي ملكها بطريقة المهدي ملكها بطريقة صدقة كما روت في العتق وهكذا وبسبعة حديث شريفة خلدت شويري رضي الله عنها اسمها في عالم الرواية لتضيف إلى شرف صحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمومتها للمسلمين تبليغها سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تأثر لها ذلك ومن الأحاديث التي روت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جويري وهي الصائمة فقال لها الصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومين غدا قالت لا قال لها فأفطري الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص وفاتها رضي الله عنها عاشت السيدة جويري بعد رسول الله راضية مرضية وامتدت حياتها إلى خلافة معاوي بن أبي صفية رضي الله عنه وتوفيت أم المؤمنين في شهر ربيع الأول من السنة الخمسين للهجرة ويقال ستة وخمسين للهجرة وشيعة جتمانها في البقيع وصلى عليها مروان بن الحكم حاكم المدينة آنداك رضي الله عنها وأرضاها وألحقنا بيها في جناتك جنات عدن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله عنه ورحمة الله عنه وترجمة نانسي قنوة ترجمة نانسي قنع yeah النيهر ترجمة نانسي قنقر